عن هذا التطور ينضم إلي في الاستوديو الآن زميلي محمد طاها ومراسل بي بي سي للشؤون العلمية صباح الخير محمد صباح خير إيمان حددنا عن تفاصيل هذا الكشف تحديدا وما الجديد فيه لأنه كانت هناك محاولات سابقة تصب في ذات الاتجاه بالقطع يعني شركة إيلون ماسك نيورا لينك نجحت العام الماضي بأخذ تصريح من السلطات الأمريكية لإجراء هذه التجربة ويزرع شريحة إلكترونية داخل دماغ أحد المرضى المصابين بالشلل ومحاولة جعل هذا المريض يتحكم في أشياء مختلفة وأجهزة مختلفة عن طريق التفكير فقط يعني عندما يفكر هذا المريض في التحكم في هاتفه المحمول يستطيع أن يقوم بذلك إذا استطاع أن يتصل مثلا بثلاجة بجواره إذا كانت هذه الثلاجة مزودة بإمكانيات التعلم الآلة أو الماشين ليرنينج هذه الثلاجة تستطيع أن تقدم له ما يحتاج من الطعام يستطيع أن يتحكم في أجهزة مختلفة إذا كانت مجهزة إذا كان موجودا في المنزل بمفرده يستطيع أن يتحكم في الأجهزة المختلفة عن طريق هذه الشريحة المثبتة داخل دماغي طبعا سألتني إيمان على ما الجديد في هذه المحاولة نعم هناك محاولات سابقة أجريت على جعل أشخاص يتحكمون في أجهزة بمجرد التفكير فقط ولكن هذه المحاولات لم تكن نتيجة زرع شريحة داخل الدماغ كانت عن طريق وضع مجسات خارج الدماغ على جانبي الرأس كما كانت تظهر صحيح نعم وضع مجسات على الدماغ وهذه محاولات منذ أكثر من عشر سنوات أنا نفسي كنت في معرض سيبت في هانوفر قبل أكثر من عشر سنوات وأجريت التجربة بنفسي كنت أجلس أمام الكمبيوتر وعندما أفكر في كلمة ما يكتبها الكمبيوتر بمجرد أن أفكر فأنا تعرضت لهذا الأمر بنفسي أيضا لو تذكرين العالم الجليد ستيفن هوكينز كان مصابا بشلل كان لا يستطيع التحدث ولكنه كان عندما يفكر في جمل وعندما يفكر في كلمات كانت تظهر على هيئة صوت يسمعه الناس وقد أجرى زميلنا بالب جوش مقابلة كاملة مع ستيفن هوكينز وهو يفكر في الجمل وهناك جهاز يترجم هذا التفكير إلى صوت مسموع دعينا نسمع لجزء من هذه المقابلة أحاول أن أتركوا إلى ستيفن والعصائق لعصب الأفرق طيب قد يسأل البعض الآن ما هي الخطوات المقبلة. هل يمكن إطفاء المزيد من التعديلات؟ لأن هذه تعتبر ثورة محمد. طبعا ثورة كبيرة. هذا المريض حاليا الذي أجريت له زرع الشريحة. ما زال يتعافى في المستشفى حاليا. ستجر عليه تجارب على مدى الأسابيع والشهور القادمة. لمعرفة استجابة المخ لهذه الشريحة. تعديل الشريحة. إجراء تجارب مختلفة على تحكمه في أجهزة مختلفة. قبل أن تصبح هذه الشريحة متاحة للجميع. متاحة لأي شخص مصاب بشلل رباعي. يمكن زرع هذه الشريحة في دماغي. اللي يتحكم فيه أجهزة مختلفة. هناك مشروع سابق إيمان. أيضا كان يجري الجيش الأمريكي بوضع شرائح فوق رؤوس الجنود الأمريكيين في المعارك. وتجعلهم يتحدثون فيما بينهم. ويعرفون معلومات عن طريق مواقعهم بمجرد التفكير. فبمجرد الجندي يفكر فيه. تبادل الأفكار فقط. فقط عن طريق هذا مشروع موجود بالفعل. فطبعا هناك أفاق كبيرة للتوسع في هذا المشروع. فيما يتعلق بالنتاج الطبية. النتائج العسكرية. وسيكون هناك الكثير من الناس يستفيدون من هذا الإنجاز العلمي الكبير. أشكرك جزيل. الشكر زميلي محمد طاها مراسل بي بي سي لشؤون العلمية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.